بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 187 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيبية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر ألوانا مما يجوز وما لا يجوز من التوسل قال وحينئذ فيقال أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آواهم الذين آوا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الوسيلة التي أمر الله باتخاذها في قوله وابتغوا إليه الوسيلة يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة مراد بها القرب من الله سبحانه وتعالى والتوسل هو التقرب إلى الله جل وعلا وذلك يكون بالأعمال الصالحة وبالدعاء والاستغفار ويكون بأسماء الله وصفاته قال تعالى ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فالتوسل المطلوب هو التقرب إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة والوسيلة هي الأعمال الوسيلة هي الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وهذا قد أمر الله جل وعلا به في هذه الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم اتبعه واتخذه وسيلة وكذلك الأنبياء من قبله وكذلك المؤمنون من أتباعهم توسلون إلى الله بالقرب منه بالأعمال الصالحة وبدعائه بأسمائه وصفاته سبحانه وأما التوسل بالأشخاص أو بأعمال الأشخاص أو صلاح الآخرين فهذا ليس مشروعا وليس فيه تقرب إلى الله جل وعلا وأعمال الناس لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فلا ينفعك صلاح غيرك ولا عبادة غيرك وإنما ينفعك ما أمر الله جل وعلا به من عبادته ودعائه والتضرع إليه فعلى من يريد الوسيلة أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فليست الوسيلة اتخاذ الأشخاص وصائق بين الإنسان وبين الداعي وبين ربه لأن هذا شيء لم يأمر الله به ولم يشرعه لعباده وإنما شرعه المبتدعة وهو لا ينفعهم شيئا عند الله سبحانه وتعالى ومما يدل على أن من أنواع التوسل التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي عملها الإنسان وليست الأعمال التي عملها غيره حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصهرة في غار دخلوا فيه ليبيتوا فيه فانطبقت عليهم وسدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا الخروج فتوسلوا إلى الله بأعمالهم السابقة أحدهم توسل ببره بوالديه والثاني توسل إلى الله بأداء الحقوق التي عليه للناس والثالث توسل إلى الله بحفظ فرجه والبعد عن الزينة فالله جل وعلا رحمهم وفرج عنهم وأزاح عنهم الصخرة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل يتوسل به أن يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له والاستعادة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار ومن أنواع التوسل الجائز الدعاء الصالحين فأنت تطلب من العبد الصالح أن يدعو الله لك وهذا شيء مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد العمرة لا تنسنا يا أخي من صالحي دعائك وكان عمر رضي الله عنه يتوسل بدعاء العباس لما أجدبوا فدعى الله لهم فسقاهم الله وقال إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقين وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فدعى الله لهم فسقوا فهذا دليل على أن التوسل لا يكون بالأشخاص وبذوات المخلوقين ولا بأعمال المخلوقين التي عملوها لأنفسهم وإنما التوسل بالدعاء دعاء الصالحين لمن لمن احتاج إلى ذلك نعم قال ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى المسألة وإن كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضر وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في أول أمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضر يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمته وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية نعم الدعاء أعظم أنواع العبادة قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء والدعاء على قسمين دعاء عباده والثنى على الله جل وعلا ودعاء مسأله وطلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى وكلاهما مشروع وهو أعظم أنواع العبادة فعلى من احتاج إلى شيء أن يدعو الله جل وعلا دعاء العبادة بالثنى على الله جل وعلا ودعاء المسألة نعم وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لآجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية وقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نعم فالدعاء أمره عظيم وشأنه كبير وهو صلة بين العبد وبين ربه عز وجل ليس له غنى عن دعاء الله لا سيما عند الحوائج والضرورات ولذلك أمر الله به وحث عليه لأن العبد محتاج إليه دائما وأبدا وإلا فالعبادة كلها كل العبادة دعاء لله سبحانه وتعالى لكن الدعاء على قسمين دعاء عبادة كما سبق ودعاء مسألة قال وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكل النوعين ادعوني أي عبدوني وأطيع أمري أستجب دعاءكم وقيل سلوني أعطيكم وكل المعنيين حق وقال ربكم ادعوني فسرت الآية بتفسيرين ادعوني أي عبدوني وهذا يتضمن السؤال أيضا وقيل ادعوني سلوني دعاء مسألة وهذا أيضا داخل في الأول وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فذكر أولا إجابة الدعاء ثم ذكر يطاع السائل والمغفرة للمستغفر فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة وكلاهما مقصود الداعي المجاب نعم الدعي إنما يقصد أمرين الأمر الأول جلب الخير له والعطاء والأمر الثاني دفع الشر عنه وحمايته وكلاهما داخل في معنى الدعاء والسؤال وفي حديث النزول الله جل وعلا قال من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له نعم وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقد روي أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية نعم الله جل وعلا قريب من عباده مع علوه سبحانه فوق مخلوقاته فهو قريب في علوه علي في دنوه فهو قريب يسمع دعاء عباده بل يسمع سرهم ونجواهم ويعلم ما في أنفسهم ولو لم يتكلموا فهو قريب منهم سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني يستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم قالوا بهذه السببين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاع لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء أو حصل مقصوده من الدعاء ووجيب دعاؤه كما قال تعالى ويستجيب الذين آملوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله أن يستجيبوا لهم يقال استجابه واستجاب له الله جل وعلا لما أخبر عن قربه من عباده فقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أمره من يفعل السبب الذي يسبب لهم القبول وهو أن يستجيبوا لله بفعل أوامره وترك نواهيه وطاعة أمره واجتنابي ما نهى عنه سبحانه وتعالى فإن هذا هو السبب الوحيد لحصول المقصود نعم فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا وفاسقا فإنه سبحانه هو القائل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه وهو القائل سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وهو القائل سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ومن شرط قبول الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى الإخلاص لله والإيقان اليقين بالإجابة فإن هذا يحصل به القبول من الله وإجابة الدعاء حتى ولو كان الداعي مشركا أو كافرا الله إذا مسه الضر وأخلص الدعاء لله عز وجل فإن الله يستجيب له كما أخبر بذلك في القرآن في مواضع أنه يجيب دعاء من دعاه وأنه يجيب دعاء المشركين والكافرين في حال الضرورة إذا دعوا الله مخلصين له الدين في تلك الحالة نعم ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولم طعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق فالكافر يستجيب الله دعاءه إذا دعاه مخلصا في دعائه وفي حال الضرورة وهذا إنما هو شيء موقت في دنياه فقط وليس له في الآخرة نصيب أما المؤمن فإنه إذا دعى الله حصلت له السعادة والإجابة في الدنيا والآخرة نعم قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فالكافر إذا عمل طاعة فإنه يثاب عليها في الدنيا فقط وليس له في الآخرة نصيب وأما المؤمن فإنه إذا دعى الله حصلت له سعادة الدنيا والآخرة وقد دعى الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبإساء المصير لما دعى الخليل عليه السلام للمؤمنين خاصة الله جل وعلا عمّن الحمد لله فقال لما قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله جل وعلا ومن كفر فالله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا لكن الكافر عطائه مقصور على هذه الدنيا وأما المؤمن فإن الله يعطيه في الدنيا وفي الآخرة نعم فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعائهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من الخلاء الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الآخرة فإنه لا يعطيها إلا من يحب قال رحمه الله وقد ذكروا أن بعض الكفان من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين فنفي دماؤهم العذب فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم فاشتور أولاة أمر المسلمين وقالوا بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم فاضطرب بعض العامة فقال الملك لبعض العارفين أدرك الناس أدرك الناس فأمر بنصب من بل له وقال اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب المضطرة إذا دعاك فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم والآن فنريد أن ترين بهم آية يثبتوا بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم أو نحو هذا وهذا كما سبق أن الله يستجيب للكافر في حال الضرورة ويعطيه ما طلب إذا شاء سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا كما قال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخر من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فهذا هو الفرق بين دعاء المؤمن ودعاء الكافر في حال الضرورة نعم ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء أن يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله شرك أو غيره فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات وقال الله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فالإنسان لا يغتر بعطاء الله له وإنعامه عليه فيظن أن ذلك لرضى الله عنه ومحبته له فإن الله يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب لأنها متاع عاجل وعرض زائل وأما الآخرة فإن الله لا يعطيها إلا من يحب نعم وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فالله جل وعلا أعطاهم من كل شيء مع أنهم كفار لأن هذا من باب الاستدراج لهم لا من باب الخير لهم والله قد يعطي الشيء لا لأجل مصلحة المعطى وإنما لا استدراجه وقال تعالى وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَاءُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ والإملاء طالة العمر وما في ضمنه من رزق ونصر فالله يعمر الكافر ويصح جسمه ويعطيه من المال من أجل أن يتمادى في طغيانه وكفره وشره لأنه كلما طال عمره كثر عمله الكهري والسيئات وكان ذلك مضرة عليه في أنه لو مات في أول الأمر لسلم من هذه الزوائد التي لحقته فتطويل عمر الكافر وإمداده بالمال والبنين وغير ذلك ليس من مصلحته بل هو استدراج له وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال رحم الله هذا باب واسع مبسوط في غير هذا المغذر هذا باب واضح وأدلته كثيرة في أن الله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا بل قد يعطي الكافر عطاء كثيرا ويوسع له ويصح جسمه ولكن هذا ليس من مصلحته وأما المؤمن فإن الله قد يبتليه ويمرضه ويفقره وليس هذا من كون الله يبغضه وإنما لأن الله يريد أن يخفف عنه وأن يطهره وأن يمحصه نعم قال تعالى أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد عليه في الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة نعم هذا فرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فدعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمنين دعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمنين وأما دعاء المسألة قد يكون من المؤمن ويكون أيضا من الكافر وهو متاع عاجل نعم وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه من حدوده فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته نعم فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته نعم هذا كما سبق من التوسل على قسمين توسل مشروعه وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وكذلك التوسل إلى الله بدعاء الصالحين له وسؤال الصالحين له والممنوع هو التوسل بذوات المخلوقين أو بأعمال الآخرين التي لم يعملها السائل وليس له بها صلة أو بصلاحه غيره نعم حسن الله إليكم قال ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعوا لهم في الاستسقاء وغيره وقول عمر رضي الله عنه إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته ليس المراد به أن نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله بعد موته وفي مغيبه كما يقول بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك ويقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه ويرون حديثا موضوعا إذا سألتم الله فاسأله بجاه فإن جاه عند الله عريض من أنواع التوسل بدعاء الصالحين توسل أهل الموقف بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أن يدعو الله لهم في فصل القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف فهذا من التوسل بطلب دعاء الصالحين فهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك أن يدعو الله لهم فهو توسل بدعاء الصالحين كما أنهم في الدنيا توسلون إلى الله بدعاء الصالحين من الأنبياء وغيرهم خصوصا عند الحاجة نعم حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس مع علمهم بأن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء ولا غيره لو كان التوسل بالذوات الأنبياء والصالحين مشروعا لم يعدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى العباس ليدعو الله لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في حياته فلو كان التوسل بذاته مشروعا فذاته موجودا قبل موته وبعد موته ولكن الدعاء ليس موجودا فالإنسان إذا مات انقطع عمله كما في الحديث الأنبياء وغيرهم ينقطع عملهم إلا ما قدموه في حياتهم من صدقة جارية أو علم انتفعوا به أو ولد صالح يدعو لهم نعم قال وكذلك حديث أعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء آمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا فلذف التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضى وأن يصلي وأن يدعو الله أن يستجيب دعاء نبيه فيه وأن يشفعه فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الله هو لنفسه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع له الأمران دعاؤه لنفسه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له فقبل الله هذا الدعاء ورد عليه بصرة فهذا من مثل قول عمر كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه فيي فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادة في القلب فيخاطب الشهود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصور في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب قول الأعمى يا محمد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه قد يكون بصوت منخفض هذا من باب استحضاره في ذهنه استحضار النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه كما أننا نقول الآن في صلاتنا في التشاهد الأخير السلام عليك أيها النبي في التشاهد الأول والأخير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله فهذا خطاب الاستحضار وليس خطاب الحضور وإنما هو الاستحضار استحضار الشخص في الذهن نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيل الشيخ صالح بفوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان شكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية أخي مهنس صوت ناصر الطحيني حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته